هذا وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على المشاركة كجهات راعية للبطولة والتي تأتي البطولة في إطار جهود القوات المسلحة لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف الرياضات بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية كذلك حرصت القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كفة المقاومات الإنشائية المتطورة والاهتمام البيطري بالخيول المصرية طبقا للمعايير العالمية ذات الصلاة